بسم الله على بركة الله نحاول في هذه الحصة نقوم بتحقيق تمرين ثلاثة صفحة التسعين الكتاب المفيد مستوى الثلاثة هذا الدرس للنظمات دائما لدينا الحل باستعمال طريقة التعويض نقوم بتحقيق هذه النظمة نقوم بتحقيق هذه النظمة أولا حل النظمة حل النظمة سا باستعمال طريقة التعويض صفحة النظمة سا هي هذه إكس سايد إجراء تساوي خمسة عشرين نعم نعم وعندنا هنا إجراء إجراء ناقيس جوج إكس إجراء ناقيس جوج إكس تساوي صفحة إكس زائد إجراء تساوي خمسة عشرين إجراء ناقيس جوج إكس تساوي صفحة هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الثانية مثلا من خلال من خلال المعادلة معادلة جوج لدينا أخذت المعادلة جوج لكي نكتب غير إجراء تساوي شي حاجة إكس إجراء تساوي جوج إكس بلا أنزيت شي عادة لدينا إجراء يساوي ناقيس جوج إكس يساوي صفحة يعني أن من خلال不能 thiجلا ما هي لدينا إجراء تساوي مصفحة إجراء تساوي جوج إكس سنعود سنعود إلى المعادلة المعادلة إجراء لدينا إجراء تساوي جوج إكس إذاًawi ما سنريع نريد أن إجراء نعود لدينا كثير من إجراء كثير منree إجراء تساوي جوج يعود على جوج اكس إجراء يعود لدينا جوج اكس تساوي 25 اوكي اجينا x زائد جوج x هي 3x تساوي 25 ومنه x كيساوي 25 على 3 هنا نرقيت x اوكي هنا نرقيت x بقالي نحن نشوف y عود ننجي مثلا نعود نعود في هذه اطوال هذه هذه سأعود x بقال 25 x بقال 25 على 3 اذا اوكي ي كيساوي جوج في 25 على 3 هي جوج ومنه حل نظمة حل نظمة S1 هو الزوج هو الزوج x 25 على 3 وي هو 50 على 3 اوكي 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 نعود نعود صوب نظمة ثانية حل النظمة ثانية حل النظمة السجوج باستعمال طريقة التعوض مع طريقة التعوض اوكي هاد نظمة السجوج هي نظمة السجوج عدنا y يساوي x عدنا y يساوي x ناقص 3 اوكي 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 ما لدينا من خلال المعادلة واحد خلال المعادلة واحد لدينا y يساوي x نعود نعود في المعادلة في المعادلة الثانية y بx نعود y بx اذا ها هو y y ما شغل نعود بx اذا سأل عندي x تساوي جوج x ناقص 3 اذا سأجد x ناقص جوج x المجاهل في الطرف والمعلوم في الطرف تساوي ناقص 3 x ناقص جوج x هي ناقص x تساوي ناقص 3 ثلاثة اذا x كيساوي يساوي ثلاثة ومنه وشنو عنا وبما ان شنو عندي وبما ان من خلال المعادلة اللولى عندي y يساوي x فان y حتى هو غي ساوي لنا ثلاثة حيث x كيساوي ثلاثة y كيساوي x يساوي ثلاثة ومنه حل ومنه حل نظمة حل نظمة هو الزوج هو الزوج ثلاثة ثلاثة حسن ثلاثة الزوج ثلاثة 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 عند ندوزو النظمة الثالثة حل النظمة الثالثة راه نفس الطريقة تبقى غير الأرقام كيتبدلو حل النظمة الثالثة باستعمال طريقة التعويض طريقة التعويض عندنا النظمة الثالثة هي ناقص جوج اكس زائد خمسة اجراج تساوي ثلاثة عندنا ربعة اكس ناقص عشر اجراج تساوي ستة حسنا هذه مثلا المعادلة الأولى هذه المعادلة الثانية لدينا من خلال معادلة واحد ناقص جوج اكس زائد خمسة اجراج تساوي ثلاثة يعني هنا يستحسن نكتب اجراج بدلالات اكس لماذا؟ بشرد اجراج اجراج تساوي ثلاثة يعني ان خمسة اجراج تساوي ثلاثة زائد جوج اكس اذا اجراج تساوي اجراج تساوي ثلاثة زائد جوج اكس على خمسة اوكي ثلاثة زائد جوج اكس على خمسة كيف سوف نضع اجراج تساوي ثلاثة قريب提س في معادلة ومعادلة اجراج تساوي ثلاثة عادلة التانية العادلة التانية اجراج هذا القيمه ثلاثة اجراج تساوي ثلاثة اوكي ثلاثة ناقص عشرة سوف نقوم بعمل ثلاثة زائد جوج اكس على خمسة لذلك هي ثلاثة زائد جوج اكس على خمسة تساوي ستة لذلك هي ربعة اكس هذه عشرة هذه هذه عشرة رغب حالي لها خمسة في جوج سوف نقوم بعمل ثلاثة زائد جوج اكس تساوي ستة هي ربعة اكس جوج ثلاثة هي ستة نقص ستة جوج هي ربعة اكس نقص ربعة اكس تساوي شنو تساوي ستة اذا نقص ربعة اكس نقص ربعة اكس هي ماذا تساوي هي صافر وكيف يبقى لنا هنا في التالي نقص ستة يساوي نقص ستة يعني ماذا تلاحظ نقص ستة ماذا تساوي نقص ستة وهذا وهذا غير ممكن وبالتالي 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 النظمة أستلة ليس لها حل النظمة أستلة ليس لها حل نقص ستة نقص ستة نقص ستة وهذه النظمة أستربعة هي هذه نقص ستة نقص ستة نقص ستة نقص ستة نقص ستة ثلاثة وهنا أربعة اكس زائد ايقراج تساوي واحد هذه المعادلة اللولى هذه المعادلة الثانية من خلال المعادلة ثانية اختاري الثانية حيث هناك واحد المجهولة راه بوحده وهو ايقراج من خلال المعادلة الثانية لدينا اربعة اكس زائد ايقراج تساوي واحد يعني ان ايقراج كيساوي واحد ناقص اربعة اكس سنعود في المعادلة في المعادلة واحد ايقراج بواحد ناقص اربعة اكس اذا نشغيل اللى عنده هنا ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس زائد ايقراج كيسا نعوده 1 ناقص 4 اكس 1 ناقص 4 اكس تساوي ثلاثة نحاول نشرات الشهادة ناقص جوج اكس زائد خمسة خمسة في ناقص 4 هي ناقص عشرين اكس تساوي 3 ناقص جوج ناقص 20 هي ناقص 22x تساوي 3 ناقص 5 ناقص 22x تساوي ناقص جوج وبالتالي x يساوي ناقص جوج على ناقص 22 ليه 1 على 11 حيث هذا المهم عدد ساليب على عدد ساليب راح موجب وهي 22 جوج وكان اختزل بالجوج اتبقى ليه 11 في المقام ووحد في البسط يعني وبالتالي x كيساوي 1 على 11 سنجيو مثلا لهذه نعوذ في فهذه x ب 1 عفوا x لنعوذ 1 على 11 اذا ما سأقول لدينا y يساوي 1 ناقص 4 في 1 على 11 ليه يتساوي 1 ناقص 4 على 11 هنضيروا توحيد ديال المقام شنو المقام الموحد هو 11 هذا واحد ربحي 11 على 11 ناقص 4 على 11 تساوي 7 على 11 سافرين 11 ناقص 4 هي 7 ومنه حلول ولا حل حل نظمة حل نظمة السربعة هو الزوج هو الزوج x كيساوي 1 على 11 و y كيساوي 7 على 11 ونهاية تمري